اشتركوا في القناة منا كتير امرات ولكن كل مرة رب يكلمنا بشيء اخر امين يا رب انا بفتح قلبي حتى تكلمني وبفتح قلبي يا رب حتى اسمع صوتك في هاي اللحظات باسم يسوع المسيح مبارك اسمك يا رب مبارك اسمك سفر العدد اسحاح 12 وراح نقرأ من الاية الاولى وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها لانه كان قد اتخذ امرأة كوشية فقالا هل كلم الرب موسى وحده الم يكلمنا نحن ايضا فسمع الرب واما الرجل موسى فكان حليما جدا اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض اكثر من جميع الناس الذين على وجه الارض عدد اربعة فقال الرب حالا لموسى وهارون ومريم اخرجوا انتم التلاتة الى خيمة الاجتماع فخرجوا هم التلاتة فنزل الرب في عمود صحاب ووقف في باب الخيمة ودعا هارون ومريم فخرجا كلاهما فقال اسمعا كلامي ان كان منكم نبي للرب فبالرؤية استعلن له في الحلم اكلمه اما عبد موسى فليس هكذا بل هو امين في كل بيتي فمن الى فمن وعيانا اتكلم معه لا بالالغاز وشبه الرب يعين فلماذا لا تخشيان ان تتكلما على عبد موسى فحمي غضب الرب عليهما ومضى ولما ارتفعت السحابة عن الخيمة اذا مريم برصاء كالثلج فالتفت هارون الى مريم واذا هي برصاء قال هارون لموسى اسألك يا سيدي لا تجعل علينا الخطيئة التي حمقنا واخطأنا بها فلا تكن كالميت الذي يكون عند خروجه من رحم امه قد اكل نصف لحمه فصرخ موسى الى الرب قائلا اللهم اشفها لنصلي ابونا السماوي نحن نثق يا رب انك تريد ان تكلمنا بشيء من هذا من كلمة الحياة يا رب نحن نثق انك تريد ان تكلمنا وتكلم احتياجنا لكي تصححنا وتقودنا يا رب الى بعض جديد واعمق في علاقتنا معك باسم يسوع نحن نفتح قلوبنا يا رب نفتح ارواحنا لكي نسمع ما يقوله الروح شعب الرب يقول امين زي ما شفنا احنا عم نتكلم عن عيلي ثلاث اخوي بالجسد موسى هارون ومريم هذا ليس بس اخوي بالكنيسة او بالاجتماع او من شعب واحد هذا الاخوي بالجسد تعطينا العرض الاول بول تكلمت مريم وهارون على موسى ليه بسبب المرأة الكوشية الغريب انه هادي مريم بالضبط قبل شوي قبل هذا الحدث كانت ماسكة دف وبترقص وبتهلل وبتنط وبترنم للرب وبتقول انه الرب طرح مركبات فرعون في البحر هليلويا فرحاني تعزم اسم الرب تبارك اسمه ولكن من بعد ما خلصت الاختبارات الروحية امرات اختباراتنا الروحية بتولد فينا شيئين ممكن اختبار الروحي يولد فيه انكسار وتواضع ومخافة للرب ممكن اختبارات الروحية تولد فيه كبرياء وعسيان وتمرد نفس الاختبار بيجي علي ممكن يجعل مني متواضع ومنكسر وخاضع وسامع لمرشدية او نفس الاختبار ممكن يجعل مني انسان متكبر انسان متعجرف انسان ما بيسمع انسان ما بيحب يتعلم انسان ما بيخضع غريب اعمال الله الله دائما عنده الاستعداد ان يتعامل معنا الله دائما عنده الاستعداد ان يباركنا مش بعجيبي وبعشرين وبمية الله فتح البحر الاحمر قدام الشعب لما منول فتح البحر الاحمر مقرأ لأي الله منكمل انا بنيتخيل حالك لو احنا هذا المكان هو البحر هذا الحيط الازرق من هاي الناحى هو عمقه شكتلتين اربعين خمسين مئة متين متر ما بعرف لفوق بتطلع كله زي لوح من ازاز كله مي وهون كمان البحر واقف بعمود من الاردلس لفوق فوق 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 مش مترين مش لتنتورة عمقوا عبروا في اعماق البحر والشعب بالنص هذا الاختبار ممكن يولد في انسان معين مخافة الرب سير يرتعد من قدرة الرب ومن جبروته ولكن في انسان تاني ممكن يقول شايف اكيد كنا شعب عظيم اكيد كنا شعب خاص اكيد انا لما حطيت ايدي على فلان ربنا شفاه لما حطه بقى الاخوية ده ما صار شي شي بس باللحظة اللي انا حطيت ايدي باللحظة اللي انا صليت باللحظة اللي انا جيت الله تعمل شوية شوية بصير عنا شعور بالكبرياء والانتفاخ نفس الاختبار دي مريم كانت تصلي تهتف وتنوت والله عمل الله عمل حول فيها الاختبار الى شي غريب لأول مرة من شوف المرة تعمل شي ما كانت لازم تعمله اصعب شي يعمل الانسان وهذا برهان قاطع على الكبرياء اللي صار في داخل القلب قالت على الله لا كلم موسى وحده شايف شوف المقارنة ألم يكلمنا نحن ايضا طيب ليش في حدا قالكم الله ما بيكلمكو يا هرون ويا مريم لا بس هي عم بتقولها الايات حتى تقول اني انا عندي نفس المواهب انا عندي نفس المركز انا عندي نفس السلطة تبعت موسى ما الله بيكلمني مرة لما موسى قالهم يا ريت جميع شعب الرب يكونوا انبياء مش واحد مش تنين ولكن الانسان مجرد حصلت على الموهب شعرت انه صارت توازي المركز والخدمة والمسئولية اللي الله اعطاها لموسى عشان نفسر تقول شو مفكر حاله هو قيدنا لحاله نحنا كمان عنا احنا الله كلمنا اشتركوا في القناة